أهلا بكم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قص مخيم كمونة للنازحين في محافظة إدلب السورية ربما نفذ بإطلاق نار من راجمات للصواريخ مثل تلك التي تستخدمها جبهة النصرة وذلك للتخطية على خسائرها الكبيرة خلال الأيام الماضية أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن تأزم الوضع في حلب يرجع إلى التصرفات الاستفزازية للإرهابيين بحسب تعبيرها وليس بسبب الجيش السوري وأشار الزخاروفا إلى أن جبهة النصرة فرعة عنظيم القاعدة في بلاد الشام هي من تستهدف المدنيين في حلب لتعويض خسائرها خلال الأيام الماضية وفيما تحدثت عن ازدياد في تدفق الإرهابيين والأسلحة من الأراضي التركية إلى حلب أكدت زخاروفا إصرار موسكو على محاربة الإرهاب في سوريا بلا هوادة بدوره دعا الكرمل إلى دعم الهدنة في سوريا مؤكدا أن خطوات القوات الجوية الروسية المتبقية في سوريا تأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على الهدنة مبينا أن موسكو على اتصال دائم بالقيادة السورية بشأن موضوع الهدنة كما نفأ المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف مشاركة القوات الروسية في قصف مخيم للنازحين في محافظة إدلب لافتا إلى أن بلاده تتهم جبهة النصر بقصف مخيم إدلب عمدا أو بالخضاء ميدانيا صد الجيش السوري هجوما للمجموعات المسلحة على بلدة خانطومان في ريف حلب الجنوبي حيث بدأ الهجوم بقصف مدفعي عنيف تلاهو محاولة تقدم المسلحين من جبهة الخالدية خانطومان يأتي هذا فيما شهد حي الصناعة في مدينة دير الزور شرقي سوريا اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي داعش استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وأصفرت عن مقتل العديد من المسلحين إلى ذلك قصف مسلح التنظيم حياء الصناعة وهرابش في مدينة دير الزور بقذائف الهون والقذائف الصاروخية